اهلا بكم في مرايا ان يتملك الجنون فرد واحد شخص واحد هذا خطر طبعا خطر عليه وعلى اللي حواليه لكن تعالوا نتخيل ان الجنون هذا يتملك دولة كاملة هذا معناه كارثة كارثة عالمية كبرى نظام الحكم الخميني في ايران هو من الانظمة المجنونة التي يسري في عروقها خمر الخرافة حتى الثمالة دولة كبيرة مساحة وسكانا وتاريقا واقتصادا دولة عظيمة ايضا نبغى يعني كحضارة نبغى من ارضها العباقرة والمؤثرون لكن منذ عام 1979 يتحكم بها فئام من المرضى مرضى بخرافات ملحمية قيامية مع شوية نعرة قومية مع رشة هوس ايدلوجي عقائدي جديد يعني مستقى من امثال ابو الاعلى المودودي وحسن البنة من جهة ومن ادبيات الظهور الشيعية او عند بعض التراث الشيعي من جهة اخرى ترى ما نتحدث من فراغ بل من وقائع يعني قبل ايام مثلا ظهر احد المعممين المقربين من المرشد نفسه علي خامنائي وهو يتكلم بكل ثقة عن اللي سماهم العلمانيين والليبراليين في داخل ايران والاعداء في خارج ايران انه ذولا اعداء الداخل والخارج هم من يعطل ظهور المهدي المهدي صاحب الزمان الحجة قائم آل محمد المعمم الخميني الاخر اللي هو مهدي طائب وهو رئيس شبك اسمه عماريون للحروب الناعمة يعني البروبغاندا يعني والاستخبارات وهو ايضا نفسه مقرب من المرشد خامنائي تبجح بدعم بلاده للحوثيين بالصواريخ لاجل ضرب السعودية طبعا اكيد انه الاخ مهدي هذا مثل صديق سعيدي الاثنين يعني متشوقين لظهور المهدي بشكل حاد يعني وعشان ذلك الامر يحبون يولعون الارض نار سرعون الاقاع حتى يتجهز المشهد تماما للظهور الملحمي الكبير ظهور آخر الزمان يقول رئيس شبكة عماريون والاسم نفسه يحمل رمزية التاريخية لانه نسبة للصحابة عمارة بن ياسر وهو في هذه التصورات هو نموذج وايقونة المناصر المخلص الصلب للخليفة علي بن أبي طالب يقول ان تزويد نظامه للحوثي بالصواريخ تم على مراحل بواسطة الحرس الثوري ودعم واسناد البحرية التابعة للجيش الايراني وبأمر وهذه النقطة مهمة بأمر من المرشد الأعلى خامنة قد يقول قائل هذه معتقدات الآخرين يعني المهدي وانه هو اللي بيطلع ويحكم العرض كلها وهو اللي خاتمة الأئمة الاثنين عشر انه لا يجوز يعني انه صادر معتقدات الآخرين ويجب عليك ان تحترم عقائد الآخرين ما شيء لكن نحن نتحدث عن معتقدات يترتب عليها حروب وبلاوي سودة وميليشيات وعصابات وتهريبات وأسلحة واللي صاير في العراق وسوريا ولبنان واليمن هو من بركات مثل هذه المعتقدات الموظفة يعني لو كان الأمر مجرد فكرة أي فكرة مهما كانت غريبة لك أو لي أو للآخر فهي تخص صاحبها أو مجتمعها وليس لها يعني نتائج تمس الآخرين لصار فعلا ليس من التحضر ولا من الرقي اننا نحاكم هذه شأنهم يعني جمهورية خمينية كاملة بحرسها الثوري ونفطها وميليشياتها وانتخاباتها الأخيرة هذه المسرحية يؤمن مسيروها بمثل هذه الأفكار ماذا تنتظر؟ ترى المسألة جد عند الجماعة جد الجد يعني فيقول هناك علامات تسبق قدوم ولدي المهدي يذكر العلامات إذا قرأتم خطبة البيان أو الخطبة التي يذكرها الإمام في نهج البلاغة صدقوني أحبتي تلاحظون أن الإمام يتحدث عن هذه الأيام كل الأمور التي تجري الآن بالساحة موجودة في خطبة البيان أمير المؤمنين يذكره وحتى نترجم الكلام هذا نخليه بلحم ودم ونشوف كيف القصة دي مهيمنة على ناس يفسدون حياة الآخرين بعصاباتهم وسلاحهم ومالهم وثلثهم المعطل خطبهم المضللة لنرى حسن نصر الله مثلا هذا أمر محسوم عند المسلمين وفيه روايات كثيرة جدا الآن البعض يحكي بآلاف بعض يحكي بمئات لكن ما يصطلح عليه بالتواتر هذه أحد أحاديث متواترة وتصل إلى نتيجة قطعية وحاسمة أنه نعم هذا شيء سيأتي في آخر الزمان من يؤمن بالإسلام ويؤمن بنبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم على ضوء هذا العدد الكبير والهائل من الروايات الموجودة في كتب السنة والشيعة وكتب المسلمين يجب أن يؤمن بهذه النتيجة بصراحة مش فقط المعممين من حملة السلاح أو المعممين من حملة المحابر هم من يقتات على مثل هذه الأفكار إحنا لذا نتذكر كان عندنا رئيس جمهورية عسل رئيس جمهورية همام ومن على منبر الأمم المتحدة لم يدعنا وحيدين القيام بهذه المهمة فقد رفدنا ومدنا بالقوة والحكمة فهو وعدنا بأن رجلا عادلا مظهرا للحق والعدالة والمحبة وناشرا للعدل وإنسانا كاملا وهو المهدي عليه السلام سوف يأتي برفقة المسيح عليه السلام وصلحاء العالم هذا الشعور يتم العمل عليه باستمرار من قبل العالة الدعاية الخمينية والتثقيف الخميني يتم تغذيتها باستمرار وتربية نسميها علل نفسية من خلالها ومن خلال توظيف هذه المشاعر تجاه الخصوم أي خصوم بمثل هذه التعبئة العاطفية الخطيرة بنت ظهرك ورد روحي ماذبا وبدعائي الفرج رافع مستهى دمك القبرة نعجيك العجل هذا صوتي رفعت بدعائي هذا صوتي هي أنجد ولائي هذا صوتي يوضح رجائي أتعلم تشكثور وبعد ما لم نذهب إلى أصل أصل الداء ما دمنا نجامل ونجمجم فإن البلاء سيستمر وسيعاد ويعاد ويعاد في كل حين وكل آن نقول ذلك أيضا بنفس الدرجة عن خرافات الثقافة المضللة لجماعات الضلال المنتمية للسنة مثل القاعدة والأخوان المسلمين وغيرهم ممن يروج خرافات وأوهام أخرى مثل خرافة الخلافة أو أهم الخلافة إذن عالج أصل الداء تريح وتستريح قال الشاعر العربي القديم أبو أذينة يحرّض الأسود بن النعمان على معالجة الأمور بحزم قال لا تقطعن ذنب الأفعى وترسلها إن كنت شاهما فأتبع رأسها الذنب إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر